انت على فاهمك بس بلاش دلوقت دلوقت زي كمان شوية هتفرق ايه كنا اتفقنا على رأي واحد نقوله ما احنا متفقين سيد له رأي تاني ايو اني مش موافق حد شاف جمالك انت وهو وهو سايب اني قاعدة مش فاهم حاجة وعملين تتعارك ومين موافق ومين مش موافق دغر كده سوكة ومن غير لف ولا دوران اني وفرج هنا يا رأي في حكاية شغل الشارع والشراغيش اللي دايرين بالبضاعة على الرصفة والبلاجات دي كانت مبلوعة زمان وما نتكرش ان هي اللي عملتنا وعملت الخميرة ودلوقت احنا بقينا في غنى عنها والحمد لله ونقدروا نرسكقوا نفسنا في مراكز تجارية محترمة ونفتحوا محل كبير في قسط البلد نفتحوا شركة في الميناء واني نعمل ايه لما كل واحد تيكم يفتح له اتجارة وشرك ليه تسوحني بقى ما قلنا لك يا عربي تعال اشتغل معنا قدامك المحل بتاعي او اشتغل مع اخوك فارك في الميناء اني محتاجك في الشغل معايا يا سيد بس انا مبسوط في الوضع ده سيبون انت العائلة السريحة وشغل اللي رصفة واعملوا اللي انت عايزين بس بشرط مغنى مالوش دعوة بي او مالو عم مغنى يبقى يشتغل معايا تماما واني في قبوله الله 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 اسمتوها خلاص فرقتوا على بعض المنابات ولا كإني ليه يا راقي ولا اعتبار ازاي سوكة اما اللي احنا بنقولوا ايه من الصبح احنا قلنا رأينا ومستنيين ردك عايز ردة فرج وانت طمان طبعا ورأيك هو اللي حيمشي لا ولأ بالسولوس كمان مفيش حاجة هتتغير تجارة الارصفة والبلاجات هتفضل زي ما هي حتى لو بقينا مليونيرات هي اللي كبرتك وربت لحموكو وعلمت اخواتكو البنات وخليتكو تلبسوا الغالي وتسبسبوا شعوركو وتلبسوا الخواتم في ايديكو ما بنقولوش لا واحنا كمان تعبنا وشقينا برمنا شوارع اسكندرية شارع شارع وشط شط كبرنا تحت مطر الشتة وشمس السيف فضلنا حافيين ولبسنا زنوبة سنين لخيط ما قدرنا نلبسوا جزم تعبنا وشقينا وطفحنا قدامنا كان ممكن تضيعوا والشوارع تاكلكو وتكون اخرتكو السجون والاصلاحيات لولا حوضت عليكو وجريت وراكو حامي عنكو وابعد عنكو الغلان صدرت نفسي للبلطاجية والبرماجية دخلت اخناقات يخافوا منها الرجالة وصممت تفضلوا في مدرسكو علمتوكو المدرسة لغاية الدهر والشغل بعد الدهر والليل المذاكرة وما كانش عالدي مانع تكمله في الجامعة اتحيلت عليكو لكن كنتوا استحلطوا التجارة وقلتوا كفاءة لغاية كده وكفاءة البنات يكمله ايوا سوكا كل ده كان حلو في وقته بس لما تيجي الفرصة عشان نرتاح استريحتو محدش منكو عاد بيسرح بسندوق ولا بيقعد على رصيف مشغلين تحت ادكو تلاتين اربعين سريح يعني شركة سفارة من غير مكاتب ولا اسجل والشركة دي بقى هيا اللي بتجيب والحسابات اهيه شغل الارصفة والبلاجات بيصفي قد اللي بيصفيه البوتيك بتاع المعلم طمان وشغل المينة بتاع المعلم فرج تلات اربع مرات على الاقل ومش هجابني كمان ايوا سوكا بس المسألة مش مسألة فلوسه بس دي مسألة منظر برضو يا سوكا يا سوكا اخواتك البنات اللي حتبقى مدرسة واللي حتبقى مهندسة والتالتة دخلة كلية فنون ومصرهم حيجيلهم عرسان ولتنسبة فناطين لما يجي اسألوا على اهليهم حيسمعوا ايه اهليهم تجار ارصفة وبيعين في الشوارع ايه اللي عاجبه شغل الارصفة مكنش في المخدرات ولا حاجة تغضب ربنا محدش فينا سرق ولا ناصب ولا ناشل طب انا عندي فكرة ما هنقسموها بجان موسيقى بتقول ايه ولا؟ بقول لها السمور نشوف المسائل بقت كام وكل ولا وكل بيت تياخدوا رصبه وكل واحد بقى حر في نصيبه ايش اخرف اللي يعجبه او يصرفه ان شاء الله حتى يرميه في المالح وبصراحة بقى اذا كان رأيه ده مش عجبكم انتوا بكيفكم بس انا بصمم عليها انا عايش نصيبة سوكا مازيه عن امك فلوسي حقق نصيب يا سكين خد اساق خد تعالى خد تعالى خد تعالى من سمجزمك سمون ايه عن المال انا وملا شهبت مالي منزلة مشوعه ايه خدرش يلا خش استعفى عنك خش خشها ايه مالك قلب اختك الكبيرة وضرابتك ايه خلاص كبار؟ هاي واك كبرتك فرق ولا يمكن نقبل اللي حصل ده. اسمع عليك واني بسنك كده اختك مسجد خرسان تابوك السويسي وقطعت بيها جدتي. سيد سيد ملك يا سيد في ايه ملك يا ضلائي. يا ماما تعالي انت هنا ما تشعلينيهاش. اسمعي كلام بنتك يا وجيدة. يعني يا خلقان. هو سيد للسعيل عشان يندلب على وشه وعشان ايه عشان بيطالب بحقه. حقه? حقه اوه اللي بتكلم علي يا مرة ابوة. محدش فينا بيأكل حق احد يا خيلة وجيدة. ايوه ماني وولاد الحيطة الميلة في البيت ده. عيب يا ولية واتلمي. بس يما. انا واخواتي من اتفهم ومحدش يتحشر منك. كده يا عربي. طيب. الله يسامحك. من بعد اذنك وكلكم. سيبونا انا وسيد لوحدين. ولا يا سيد. نعم يا سيد. وانت لسه عائل صغير بترضع. كنت لما تبل لفتك ولا توسخها. امك تقرف تنظفك وتغسلك. اختك سكينة بقى. كتاختك وتغسلك وتنظفك وتلبسك. عارف اني ضربتك ليه عربي. مايوه طبعا. عشان مستعيلاني ومستصغراني. لا. عشان بطلب حقي. ولا دي كمان. حكاية الحقي دي هنتكلموا فيها بعدين على رواقه. وساعتها نبقى نفهمك ايه اللي ليك ويه اللي عليك. مال عشان ايه. عشان بتطلب الاسم الغرض واحد مفيش غيره. الفلوس. وقالتك بتطلب الفلوس عشان تعمل مشروع لنفسك زي اخواتك. لا. عايز الفلوس عشان ترميه في المالح زي ما قلتها بلسانك. وفي حد برضو بيرمي فلوس المالح. ايوه. لما يكون المالح ده ولاة شالبي. واع تفتكر ان نايمة على وداني ولا سهيت عنك. ولا مش عارفة الشلة اللي انت معكوك فيها. شلة فاروق شالبي. والمقاطيع اللي لممهم حواليه. بيأكلهم ويسممهم عشان يسلوه ويمشوا في ديله. دعني مش كيه داسوك. وما بنمسكش في ديل حد. وما بتخليش حد يسرف عليها مليم واحد. وكل قرش بيطلع فاروق شالبي بنجيبه بنطلع قرش قصاده. صح. مظبوط. وضي النصيبة. لانك مش قد بن شالبي. هو واخوه رأدين على ملايين. وعمرك ما حتقدر تصرف قده. وعشان كده بتطلب الاسمه. بتطلب حقك اللي بتقول عليه لاجل ما تبان قدامه. مش كده ولا? مش ده اللي مخليك من اول الصفية بتاخد ارادة البلاجات. تديني نص وتضرب نص في جابك. ما ترد? سكدت ليه? قولي لا. كذبني. عرفت اني ضربتك ليه? عشان خيبت ظنه. افتكرتك كبارت وسترجلت. لقيتك لسه عيل. محتاج تندرب عشان تكبر وتتربى. سامحين يا سوكي. مسامحاك. بس كلمة شرف. ده بعد عن فاروق شلبي وشلته. بس اتنان غير بس. هو ده خدك اللي انتضربتك عليه? هو. حسنا. ترجمة نانسي قنقر ايه ده ملكم؟ قاعدين في عزة؟ يلا يا حبايبي، برنامج اللي لدي لسه ما خلاص فرقة الشرغيش تجهازي طب لبتاعتك يا فرق لوزة، لدي خلي مغني وخليه جي بالأوكورديون بتاعي وانت ست فرنسا انت وجيدة، جاهزونا القاعدة شو شو، نفتتحي عليك، شو في حاجة عشان تتحزنه برضو مش دخل ادماغي بس الراجل زي ده حيجي ينصب علينا ليه؟ لا مش حدودة نصبه عربي نقوله اه، لو في البيت ومحل الزنق مش قضية نرمهم له، بس نفهمه إيه اللي وراها بعدين بصراحة انا مش بلع السبب اللي قاله كانت انو كان سايبنا ناكل عيش، وبعدين جالا مظروفنا اتيسرت اه؟ ويجينا في نص الليل يعمل علينا منظر ويخدنا لو ايه؟ مبتسم وتقل وبارد؟ اه، واخر كلمة قالها وهو ماشي، الصباح رباح هفوت عليكم بكرة قبل ما سافر الله زي ما يكون بدينا انذار يا طمان ما تقول حاجة بصراحة؟ اني مش مستريح للرجل ده، مش بلعه كراهته من اول نظرة تعا سيد ادخل سيد شارغوشة حاج واحدة سيد ما يقوله حاجة سعانة من التلاجة يا فروح ازاي اخواتك يا سيد؟ بخير الحمد لله والبيت سوكة لسه برضو دايرة مسترجلة ويطلبت في مخليق ربنا؟ سوكة ما بيطلبتش اللي ما عليت رسله عليها اه 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 انت بايش يا من عزوزة فروح بيقوله انكم عايزين تعملوا شغلانة كده سوا اه، بنفكروا نعملو كزيني ومطعم سمك في العجم اني حنخشوا بحتة الارض بتاعتي و هو بالمبنى والذكرات الله، انت معاك فلوس بقى ولا عربي هم ليه، اني وبقية تشترغيش كل يوم بنفتاح السجد ونعملوا مشاريع هتقول لي، لسه الشروشة بتاعيلكم قصاني في دكانين في الزنة وهما الحقين دول يسوي بس عندوك أسفواد ما يسووش، ولا حتى نعلم وليتان في جزمة أصغر مستخدم عندي لكن قلت أنا عايزه، والبيت أختك ما تكلمتش فيه من غير بعد ما عرفت أني عايزه إيه بقى معناته إيه دي؟ والله العظيم أني ما نعرف حكاية الدوكانتين دول غير مبارح من فاروق سوكة ما قالتش، لاني ولا أخواتي نعرفه سيد غير بقية الشرغيش حاج ومش عاجب اللي بتعمل أخته ممناش ده إحنا فاروق، دول أخوات مع بعديهم اسمع عربي، تتسلمني على أختك قولي يا فوات شلبي لما بتقب دباني على وشه بيهشها مرة واحدة بس إنما لو هوبت ناحيته مرة تانية، بفعصها كده هو اشرب الأزوزة قبل ما تسخد موسيقى إيه حبيبي، ما بتاكلش ليه؟ الأكل مش عاجبك؟ الفول والبضو والفلافل مش على مزاجك؟ نبعته نجبولك حاجة من السوق؟ وإنتوا، بطلتوا أكلي ليه؟ نكونش سدتني بسوكة حرام؟ ملهوش لزوم التقسيم ده يا سوكة إحنا مبرح اتفجعنا عليك وكنا عايزين نعمله أي حاجة ما كناش نقدره نسكته ولما قالونا أن أنت ترميتي في الكراكون وخصوصا كمال لما قالوا أنهم هيعتقلوك السيد قال لنا تعالوا نروحوا بيت ولاد شلبي هو يكلم فاروق صاحبه ويصلطوا على فؤاد أخوه وإحنا نعودوا نتكلمه مع ستات البيت ما فكرناش، جرينا معاه كان همنا نطلعوك وخلاص وبعدين إحنا رحنا لهم بيتهم اللي في المزاريطة ما يلقينا هامش عرفنا أنهم في العجمة يروحنا لهم وما كانش هناك غير فاروق شلبي وأخوت البنات فؤاد ما كانش هناك وما الحقناش نفتحوا الموضوع يا دوبسي يتكلم فاروق وفاروق اتصل بأخوه عرفنا أن الموضوع تحلي وطلعتي من الإسم وإنت؟ مش عايز تقول حاجة بالمرة؟ مهما نقول هتطلع فيها زي العادة وتجتمين تبين وزكتوا ناس مع الكلمتين اللي عايزة تقوليهم وخلاص أنا مش هنقولك غير كلمة واحدة بس يا عارب لا هنطلع فيك ولا هنشتمك بس هننبه عليك من هنا ورايح ملكش دعوة بإخوتك البنات وقصها منعظم لو عرفت أنت جريت واحدة منهم لسكة لنخنوقك بإيديا دو ليه؟ هم مش إخواتي زي ما هم إخواتك لما تسترجل وتعرف أن اللي يجر إخواته البنات لشانيه على بيضة زي عينة شلبي يبقى خروف أنا مش خروف يا سوكة وكفاها بقى لحد كده ما حدش في البندا يقولك بها غير يعني بس يا أنا خلاص يبقى السابني كيفية تعملي في الإعجابة وقل شوف أولا سكة وأولا سريعك أنا سبها لك تشبع ليها أنا فيني يا لأ يا سيد وعينا سبينا هورم البندا هورم البندا أهيالة أنا بيت أكبر أبوك وما حدش يبقى يطلعك منه ما حدش الله أنا طابويه وإذا كان أبوه موجود كان كسر رئابتي أنا ما حدش هيقدر يكسر رئابتي وما حدش هيتحكم فيها من يوم الوارع سيد 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 هتقول ابني الحاول قبل ما يعمل في لبتو حاجة أهدي يا بنيا يا بنيا أهدي مش هيعمل في درسو حاجة غايبتو حيبرمه ببنه كده وإرجعتها طبعا يا أهدي ما هم مش هتنب وحد ما عليك اللي تلاقينا هو والاختو والأمو أهدي يا بنيا ما تغلطين ما عليك يا أهدي يا حبابتي هتقول ابني أنا عايزة لدلوقتي حاجة أهديك مش هتختافه لعباريتها مرة أبوية حيلام في لبتو إيالك وبعدين معاك يا ابن تجوزي عايزة تعمل إيه في الكده عكتر من كده شاية سريد على راسبه ساعة ليه مالو ساية ايه كده اللي انتكبها سيدة أخويا أمو ساية واحد من السبعة اللي فاتهم لابوية أمانة في القبلي ما فرطتش فيها وحنقلك بنعمل كده ليه عشان حاملة هامه وعايزة يبقى راجل ولو أني زي ما بتعبعبي بالظن الخابل اللي في دماغك بقى يا عورب يا طبته كنت سيبته يفسد ويسترمح ورميت بس قليته عن كتابي ما تزعليش مني يا أختي أني بس ما نقصدش أني قلبي وكني عليه وأني قلبي وكني عليه أكثر منك ولو عايزة مصلحته صحيح سيبيني مني له سيبه يا أختي سيبه وأمر لله اختعلكوا هنالنسوان خلاص بقى يا ماما ما هيات ناقصة لوح يشوفي وركي إيه طيب هنشوفه الكلمة اللي قلتها له تقينا برضو يا سوكا موسيقى طبت جابب طبت جابب حضرتك مش عرفني؟ لا مش واخد بالي يا أكتب أني سيد شرغوش أخو سوكا آآ أختك فوع عند المخامة أني عارف بس أنا عايزة كنت في أخي سيد هنفهمك بس نروح مطرح بعيد عن سوكا الأول ونتكل أنا مش فهم يا ابن أني حنريحك ونساعدك تعالي أصلا اتفقت مع الأستاذ خلاف المحامي أول ما حضرتك تجي اسكندرية يديني خبر على طول من ورختك؟ أنا متخلق معاه وبصراحة بقى مش هنساعد بقى تتحكم فيها كتر من كده أنا عامل لك إيه يا سيد؟ مستعد بقى لك نصيبي ونصيب وأمي وقت فوتنا وتبقى أنت صاحب أكبر حسة في التجارة وأنت اللي تنسكها أليه لمسكها؟ كويسة بس أنا مش تاجر يا ابن هو حضرتك مش قلت السكة في الأول إنك مستعد تشتري؟ كان مجرد كلام بباين بيه إن أنا مش محتاج أبيع حاولت أتشطر لكن للأسف مقدرتش أكملها للآخر بلاش مش عايز تشتري ومحتاج تبيع؟ ها عندك مشتري؟ وهنروح لدروقتي المعلم فاروق شلب تاجر واخول حاج فؤاد شلب أطفر تجار اسكندرية تشرفنا دكتور فضل أهلا وسهلا يا معلم وحضرتك بقى يا مستعد تشتري نصيبي في تجارة أولاد أبطان وابطان وابطان؟ يطلع مين أبطان ده؟ اسم علاتنا يا جدع آآ بدل الشرغيش يعني آآ باشا وماله أنا مستعد نشير الباح وحتدفع كم يا معلم هم عرضوا عليك كم أنا كل سبعين وهم وقفوا على خمسة وردين علي بتمانين بيه تكلم أخو مش هيرضع يهي تقل على الروس؟ قولت يا دكتور حاول إيه يا ابني؟ وافق طبعا عبرك نقرر الفتحة طيب قبل ما نقرر الفتحة هتعمل إيه في الشفعة؟ الشفعة؟ تطلع إيه الشفعة ده يا سيد؟ عن علمك طب الأحسن تسأل المحامي بتاعكم وتقولوله يعني إيه شفعة؟ وبعدها عاوزين تكاملوا الصفقة أنا موجود تليفوني مع المحامي بتاعكم يا مخلو سيد كي تعرف إذا كان لك مصلحة في الشر النصيب اللي يخصني؟ كل شي ممكن يكون فيه مصلحة دكتور الشر نصيب بكام يا حق؟ هاي 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 selon يا إيه طب مش نشوف الأول قبل ما نشتري وين بيه نشوف حكاية الشفعة الأول ثوكا وخوتها ما يقدروش يطلبوا بحق الشفعة الله طب إيه اللي حيمنعهم، لماذا يعني؟ لأنهم لو حاولوا هطلبهم بحساب أرباحي على خمستاشر سنة الخمستاشر سنة اللي عملوا فيها كل اللي عندهم يعني بساطة بدل ما يدفعوا في نصيبي سبعين ألف مطلوب قدهم مرتين ثلاثة أرباح هاي 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 هاي35 لا نكتة برضو لكن ايه رأيك باه? انا عندي نكتة ايه يا من منها نكتة؟ ايه وا نكتة لما الحكاية كده تم اتطلبهم انت بحكاية الارباح دي لما افزك واحيخشلك اكتر من نصيبك من البيع تلات اربع مرات ايه اللي يجريك انت ارى البيع لما افزك ماها ديه نكتة تالتة انا عارف انه مش هيدفعه بالبساطة دي مش مجرد مقولهم حاسبوني حاسبوني لا هنروح معاكم برضو انا مش فاطف اهه اهه توم انت تبيع وتقبط ولو دخلولك في حكاية الشفعة ولبط تخش اللوم انت في حكاية الارباح لا نكتة برضو بس سبني انا نفكر فيها شوية وهنرد عليه ايه خدت الراجل ورحت به فاروق شلبي ايه وفيها ايه دي يعني؟ وفاروق شلبي عرض عليه انه يشتري نصيبه ايه بس سألنا ان حكاية الشفعة دي والي سنة تاني ولاد شلبي عرفوا انه عايز يبيع نصيبه؟ علا جرى ايه بس؟ جرى من النهاري وانهارك اسود من ريش الغراب؟ يا ابني سيدنا نروحه بقى زي ما نسوكا راجعت يعني كمان عندي كلية بكرة وده اول اسبوع في الدراسة الراجل عايزكم في كلمتين وزمنه جاي يا دي القزية البيت مفيهش حارين يا عربي بس انا معاكم هو انا مش راجلكم؟ اللي بينك وبنسوكا مش ناقص يا سيد ولو عرفت انك جبتنا هنا بيت ولاد شلبي والستاد مش فيه حد تبقى حكاية يلا يا ماما يلا يا فتن اخواني ما بيت سبعليش كلمة ولا ايه؟ انت كمان لازم تيجي وتروح معانا يا سيد احددك كده في بيوت الناس مش نكتب انا مش قاعد هنا انا بنبات مع فاروق في العجل سال خير زكة خالتي زكة مدمزيل فتنة فضلوا استريحوا وقفين ليه؟ معلش اصلنا تأخرنا ولازم نروحوا يلا يا ماما عندي مشروع عن فاروق ومحتاج فلوس هو الكلام ده يبقى معانا احنا يا سيد ما تكلم اختك سوكة واخوتك الرجال؟ سوكة مش هتوافق وهتتعارك معايا وتهني زي كل مرة وطمانوا فارق بيسمعوا كلامها وطول ما هم عدوم اللي بلعبوا بيلي حسابهم مش همامهم حاجة وبصراحة بقى خالتي سيد ما بقى الصغاية وانتو كفاكو زلوا ومرمطا على دين الست سوكة انتي تأخذوا نصيبكو نصيب سيد وتروحوا تعيشوا معا لوحدكم في شقة نظيفة في حتة حلوة والمشروع اللي بيه هاني مش حنسيبوا بيتي وبيت اخواتي واللعبة اللي بتلعبها دي يا سيد لعبة خيبان وانت دخلها بخشة ومش حسب انهم بيكون روكوا عايزين يقرونا معاك عشان يفركشوا لمتنا اسمع كلام اختك الصغيرة يا عربي وفو تروح معانا يعني بتقفوا معاها ضدي؟ ماشي بالسلامة بس من هنا ورايح بقى كل واحد يشوف مصلحته والله علي يا سيد خلاص ريالتك نشفت وبيت تقول عايز حقي دحكين علي يا اختي هو وكلين عقله ما تسألش في ياسوك سيبي لغاية الفلوس اللي معا ما تخلص ويجيلك مدالي ودالي ريح دماغك انت من الولا ده غالي حنصرف معاهم على الهرشين مخهم يا ريت تبقى باينت كرامة حتنام وتقوم الصبح ناسي كل اللي قلته بس لعاكولي لقمة تعامرة ابوية تعا بيتها فوتنا يلا تفوتات بيضة اوكي بطر 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 ايه ده؟ امانتين بقيت اخواتي فرج لسه مراجعش والبتين نايمين النوم ايه بطر سعادة؟ ام بيتها فوتنا صحيح وما يأكلوا معانا يلا ايوة صحيح روح يفوتنا انا ديه اه ايه بقولي يا أختي اه سيبيهم هم قالوا 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 يعني ان هم حيبضلوا نايمين كده لحد ما عادت كلية الصورة يو سلاة من امتا؟ المانتين المانتين اوه باز استنى لما تسمع الباقي بطلو زيه يا فانتي حطي ايدي اليمين في جيب الشمال ويدي الشمال في جيب اليمين وقال لي انت مش عامل فتك ومخالص وريني ويلي حرميك في التخشيبة وخل الشويش دي حيتسلى عليك للسبحية بطلو لاا لا انا في عرضك قال بكابينا بنحملوا ها بعملتها في ثانية واحدة يا ابن حاول طب ازاي؟ مااش عود يا عرب يشد جاكيتها يقرب جيبه لأيدي اه بس اني بقى لمؤاخذة بكتش لابس جاكيت هتسرح بأفكار أهلنا وتقول لنا عملتها في البنطلون وزبطها بالملي لا بقى بطل سخ عرح امه ده انت لو وسطك راكب على قرص بالمان بالي ما تقدرش تعمله بقول لها عملناه طب ورين عملتها ازاي؟ صح يا عربي اعملها تلوقتي زي ما عملتها في الكراكون عيد وقال لي ايه بياب للسريحة؟ قلت له عيب افاندي قال لي لو ما عملتهاش هنعلقوك وندوق طريحة هننسك اهلك قاني اضطرب قاني اتبادل؟ لا طبعا تشتري نفسك اشتريت قلت له قمت حينك افاندي راح مخمت فتح حينك افاندي راح مفتح لقى في ايدي منطلون قلت له منطلون ده مش بتاعي قال لي اه بطوله قد ايد اليمين في الجيم الشمال وقد ايد الشمال في الجيم اليمن ابنالاجينة شفنة منطاطنا ازاي؟ ولا عربي الله تعالى بنما الق Modeled Φل وعايزاج วام على المفرج ده ايه النور ده تفضل يا راجل الشرهجان الأصلادي، مرحة مشرهج لا كريم يا أخوة نا بس كنت عاوز أخوه السيد في بوجين من كده مع نفسنا هاي وما لأ خوة همالو عربي خد أخوك وخش دت dean علي حر يا فرج وما حدش وصايا علي دي مش وصايا سيد اني بس من وعيك للمغرز اللي انت رايح لبردليك تا فكرك ايه ولا فكرك لما تقفل سوكا وتقول لها انا عاوز حقني هتزبط لنفسك انك راجل اني راجل من زمان من ايه ولا عملت ايه في حياتك عشان تبقى راجل اشتغلت زيوكم ولا انتو لسه ما بايتوش رجالك ولا اني عارف انك انت بتستفزيني علشان امد ايدي عليك وتعمل بله وتسوق في العوج وتخلع مهل ست سوكا مكوش على الغلة كلها وانت طمعا فتحت من بطنها سكك براني وكل واحد يكو بيراس تقى نفسه وهنا امطناشر مدوم تم ما بتقطعوش عليها احنا عائلة مش عصابة ولا حدش فينا بيخون اخوات ولا بيخونهم والشغل اللي انت بتسميه براني لتفتيح سكك بنكبر كل واحد في شغلنا ونوسعه كل واحد في الحتة اللي هو فيها وفي الاخر كله لينا مش معنى اني مبتدينيش فرصة تبقى لي حتة لعب فيها زيكم حدش مانعا تعالوا قلنا قديني بقولكم عايز فلوس اعمل بيها مشروع مطعم السمك شاركة مع فاروق شلق محدش شاركنا برانا يا سيد احنا كلها شركة لبعا عاوز مطعم سمك نعمله لك وليبقى احنا شركاتك فاروق عنده الارض افهمني الاراضي كتير ممكن نشير لك اي ارض في اي مطرح يعجبك بيفرد اني عايز نعمل مشروع مطعم السمك ده شاركة مع صاحبك دي الدهيقكم في ايه يولا فهمني بقى المثل بيقول ان كان لك حبيب لا تناسبه ولا تشاركه ولا تفوقات شنك دول حيتان سوق ما انتش قدهم والشركة الكبيرة لازم اناكل الشركة الصغير زي السمت بالزبط هشارغوش ما تخافش انا حلاو عن نفسك وايس اول مش هنخلي حد اكل يولا فهمني بقى يولا فهمني حتى لو كنت انت سايد يعني يا فرق بتهددني انا مش بنهددك وبس انا مديك مهلة لحد بكرة مستنيك بكرة في البيت على العشب ولو ما جيتش تبقى انت الجاني على روحك هتعمل فيا يا فرق هنعدوك من دمنا يا عدينا ومش حتطول ملي محمر وتبقى بقى جرب بقى نصيبك لو لقيت لك نصيب ولا تبقى روح للدكتور بتاعك بتاع مصر بقى نلو زي ما حاوله وشوف اللي حيجرالك ويجراله وساعدها يا رمان عليك وانتو بجوز بقى ولا يهمك يا غادع دي فانجارة بقى ومايس ونهار ما تحط ايدك في ايدي وإيدة اخويا ما عادش في اسكندرية كلها حقدر يبصيلك الكل اللي عارفين مين هم أولاد شالبي مردش جرغوش ده محملت في الغوب يا التقيلة جرالك معادش اللي انت كمان ولا ايه ايه اللي حشرك في الكلام بني بفاروق ورق ابو الصيد ورق وطب الرق ده مكني برده انت حتصاحبني ولا ايه صاحبت شايفني يعني بتنزلزاو فيك عشان نصلاعو معاك في الصورة تكونش فاكل نفسك مين عادي الامام ولا سلفستر استنوني تبهوير بقى لنعمالها معاك الليلة لا مش كده يا سيد وانت كني سيدة دلوقتي ماشي سبنا القاعدة للعالم الرم اللي مش هم سمع بيقول ايه يا اخي تعال اعط با ما انت حارف الكني وبعدين انت سخلت عليه كده بغير مناسبة يعني يا اشتما اخويا اسكت لفاروق ومش اخوك ده اللي جيه هددك وقولك حلعمله فيك ونساوه فيك يا غدع بالاخوك بالاختك ارمي قوم بينا قوم بينا فواد اخويا اتصل بالتليفون وانت مع فارق وقال ليات سيد شارغوش وتعال او انت بقى اللي حتبوض حددت الشافعة دي ازاي سفواد قلتلي ازاي شارغوش دلوقتي هاني لما حشتني من الدكتور جابر اختك سوكة هتقول لا تجي واقفة ايلا انا واخوها دي اولا بشوفها تجي ضربة في البيعة بامبة بوضاها اه بس واحد تجي انت اعمل ايه بصفتك واحد من المستحقين في نساوك هتقول لا مش هنرفع عضية وهبوا تجي سحبين التوكيل اللي انتو عمليينه السوكة تجي خل فزد هههههههههه ولا انت انت ادخلش شاري وديك التجار وقاولة مش شفع ساعته حددي كان الفلوس اللي تقدر تشتري بيها رصيب الرجل من البيت و بعدين ما تساو امانا احنا مع بعضينا شو ابتش هنغوش حتبق انتك كل في القل ايوة بساني زي ما عرفت يا سفؤاد انك تقدمت السوقها وطلبت ايدها يعني ايه قابلت؟ اقتك مش هتقبل ولو قابلت يقدر ما دخلك شر حقيقة ما فيش مشاك قول بس لا انا ما نقدرش نعادي اختي منوقف قصادها في المحاكمة سفؤاد صحيح اننا متعركين وفي بيننا خلافات بس المسألة ما توصلش بس نقدر نصلح سياساتنا معاها ونقناع بحكاية الجواز على الموم انا عايزك تفكر في الموضوع اللي قلتلك عليه ده واعمل اللي تخلصه انا داخل انام جوه اروه انا بكرا مسافر لمصر الصبح عايزك تروح المكتب انت وتماشي النظام اه كل فوز ده وادا اخويا بيحبك اوه عربي ودايما نقول لي لو سيد دايب احر نفسه حيفوت في التجارة زي الاشاط اللي محارنا فاروق ان الدكانين بتعزان قدول ونص البيت المهكع ما يسووش حاجة جنبلة عندكم ايه بقى السر جاري اخو كراه نا كارت بنلعب بيه ايوا زي اخوها التفشان ده اللي بقاله 14 سنة روخر برضو كارت بنفكر ايه مالك انت اللي باكل ايه بقولك اخوها ساب البلد قبل ما البلد هتلعب معاهم وحالهم يتنطق شوية اه انت بش اطارتك بقى مت ايه لا انا عايز اقولك حاجة اهم حاجة حكاية البيت دي تبدل سر ايوا لو البيت دي خدت خبر ولا حد من اخوتها خد خبر البيعة دي كلها هتبوز ايوا نزل لو انا بكرا مصر لا بش هنعوق اني هنرجع على طول اخر نهار ماشا حال سلام اهلا يا سايد بيت فينا اخويا تعال يا سايد عايزك في كلمتين تعال ايه وزنت الكلام في دماغك وعايز اغتيق معالسوك على اي نظام هتروح تقول لها الهجايس اللي كنت بتقولها وحقي ومش حقي ما كنتش تقولك تعالى معايا انت مش عرضت عليا تشترولي ارض وتشاركولي في المشروع بتاعي اا اه هو ده كلمت عالى بيت يا شاور هنقعد دلوقتي ندرب اتنين شاي وبعدين بقى انتمم على بيئة صغيرة ونروحه سوا وراح فين? سارح وقال حيجي على العاشر. اه. يبقى الحدودتا بتاعتنا متأجلة شوية يا عربي. لما تشوف حدودت الزبون اللي نطلنا ده ايه? وهو ما لقمنا. واحد كان في السجن وطلع. هنخافه منه ليه? مش حكاية خوف اصحى على. الراجل ده سكته عوجة وحياته كلها لبش في لبش. وانت هارش اختك عملت معاه ايه? انا عملت اللير دي ضمير يا فارق. ما انا هارش. انت حتقوليه يا سوكة. المهم دلوقتي اللي اجتمعوا في البيت ونتشاوروا ونشوفوا حنعملوا معاقي ايه? صباح الفل الشرغيش. قلبي معاكم. جال الكلام يا رامبو? عرفت ليه اني كنت بنقولك ما احنا شارد فتح سقسة. وعرفت ايه اللي كتمني في الكراكون? وما خلنيش اتهم واقول اسمه? لا مش عارف. فهمني انت سيطمان. لسه مش فاهم بعد ما صبح عليك فتح سقسة ورمالك بوسة في الهوى? اني مش فاهم انت مرعوب منه كده ليه ولا? اني مش مرعوبة فارق. وعمري ما كنت جبان. اني بس بنحب نحسب خطوتي قبل ما نخطيها. وما بنحبش نطاطي راسي ابدا. احنا ربنا كرمنا بعد ابوك ما مات عشان ما ابدأ كانت ماشيانا عليه سوكة وعلمت عليها. وندفوا عن رزقنا. واللي يحاول يقطعها علينا ناكلوا لحموا نايل. لكن نروحوا احنا. ونلقاحوا نفسنا في سكة غيرنا. يبقى منجيبوا الشر لغاية عندنا وبنفتحولوا بابه. يسلم فهمكة طمان. اهو ده اللي اني كنت عايزة نقلهود. اسمعوني بقى انتوا الاتنين. شغل المينة ده انا مخترعتوش. شغل المينة ده فكرتك انت بالذاتة طمان وسوكة وفقت عليه. ايوة بس ما قلنا لكش اول مطاش تحت انتح. تيجي لغول المينة وتديلهم قص رجل تكفي على واش. معلش. انا الشوال اللي اشتغلتهم في المينة اتعلمت درسة فيخم قوي. المينة دي زي الغابة. فيها صنفين. وسوك تكوش على الرزق كله وترمي الفتافيت للصنف التاني. الارانب والنسانيس. ولمواقز الحمير. واندخلت الغابة يتكون اسد. يتكون حمار. واني بقى ما عندش استعدادة يكون الحمارة طمان. حاولت تكون اسد ودي النتيجة. اللعبة لسه ما خلستش. انا عارف اني داخل اللعبة ديت وكلها خطر. ومش هنتسب من اول جنة حطه فيها. بس ده مش ماتش كورة حبيبي. وفتحي سأسق ما هوش لعيب سكة. ده لعيب حريف كبير قوي. ولما جاي رد عليك. ما حبش يستادك انت لوحدك. كان سهل علي ان يستادك انت لوحدك ويفعصك تحت رجليه. بس اقلك لأ. ان ان استاده هو واخواته. اخبطهم على رأسهم واسورهم واستادهم واحد ورا واحد. نقولوا احنا حاجة بقى. خليك انت يا حبيبي في سوقك وفي غرقيتك مع ولاد شالبي. ليه يعني طمان. هو اللي حصل ده ما يخصنيش انا كمان. سيبه طمان يقول اللي هو عايزه. يقول اللي يقوله. انا مش حايشه. انا بنقول اننا لوحدنا مش هادي فاتحي ساسا. لكن برضو فرج عنده حق. مش هنطاطي. لازم نرد اللي عمل. بس نستقعليه باللي واكبر منه. اظن هتقول لي فؤاد شالبي. وليه لا. الله. ما دي كانت فكرتك من الاول يا طمان. خلاص. قولوا بقى السوكة تقبل اللي عرضوا عليها. هلو. ايوه باشا. ازاك يا اخوة. اه ده العشان برضو. لا انا بس حبيت نربط معاك معان. ماشا يا اخوة. هنفوت عليك بعد المغرب ان شاء الله. على هوا. سلامة باشا. هنلموا الفلوس اللي لنا في السوق. وان شاء الله هنرجعوا الدكانة اللي اتحرقت احسن من مكانك. ايوه بس دي محتاجة شألة طمام. ولا يهمك يا سوكة. المغزم مليان بضاعة. والورشة شغالة ميد فل واربعتاشر. بس الكلام اللي قاله الولا العربي. يستاهل انك تفكر فيه. يعني ايه. سوكة لا يمكن تتجوز واحدة ما بتقبلوش. عشان احنا خلفين من سقسة ولا من غيره. وبصراحة بيقى ما نبقوش لجالة لو وفقنا ان سوكة تضحي بروحها عشاننا تاني. كفاية بيقى. يا الله عمز مازين انت وهي. يا الله انا بيها. اروح على شغل. ماتي يا الله يا اكت انت وهي. هو انا حاليتك الوحدة باسمها. بالأذن يا سوكة. بالأذن يا فندية. شوفهوا لكم قهوة كملوا عليها كلام. خالوا البنات يشوفوا سغلهم. الخير ان تعمل شر ان تلقى. بقى انا جاي فرحان. وجاي جالي عشان نبشركم ان انا ما سبتش فتحي سقسة وفقات شلبي غير لما سوينا الموضوع. ومش بس كده. لاني اتفقت مع فتحي سقسة انه انسان اللي فات وما تعرض لكوش تاني. وافضلت وغرا فقات شلبي. لغاية ما هعدني انه هيرجع دكانت المعلم طمان زي ما كانت الاول واحسن. وعلى حسابه. وفي ظرفه جوه مع واحدة. اقوم اجي. هلاقي عافشي وهدوه من مبنين في الشارع. احنا ما طلبناش منك تتوسط لنا لعند شلبي ولا عند سقسة. ومش خايفين من اللي هيعمله سقسة. ولا محتاجين لإعانة من شلبي. واني اللي فتحت قطك ورميت اللي فيها عشان اللي عملته مع زوبة. ايوه. معقول حتصدق البنت الكذابة دي. احنا مش هنفتحوا محضر ونحققوا. خلاص. زوبة هتوعد في القوضة. كمان. عجبكم كده يا رجالة? لا لا مش عجبنا. بقول لك يا سوكا. زوبة دي مش من بيت آلاتنا. وما يصحش نماش شفنا عمنا ونقعدوها مكانا. وبعدين اي حكايت بقى كرش الولا اللول دي. عشان خطر زوبة برضي. ايه تاني مش عجبكم. عدا المواغزة. انا ابن عموكو صحيح. بس انتو اخوات. واني منحبش نحضر وانتو بتصفح ثباتكم مع بعض. اني رايح قطة يا سوكا. رايح قطة. وحنفوت اللي حصل في حق المرة دي كمان. بس فيه كلمة حنقولها لك قدام اخواتك الرجالة. اللي حصل النهاردة ده ما يتكررش تاني. واذا ايدي اتمدت على قطة او على هدومي وعافشي. اني حنقطعها. بالاذن رجالة. اني في قطي. كملوا كلامكو يا بهوات. اني سألتوكو سؤال. ما انت بتسألي وانت زعلانة. يبقى مالاش لزوم نتكلمه. لا هنتكلمه. ما ده مصلحاتنا كلنا. احنا سوكا في جو متغير على الاول. السوق معادش زي زمان. بقى فيه حرق مال. ولعبة مش نضيف. ويمكن كمان توصل للدم والاجرام. واحنا مش هنستنوا لغاية ما نتضربوا على افانة. لازم نتغيروا ازايا تمام. نعملوا اللي ما كناش قادرين نعملوه قبل كده. ندفوا عن نفسنا قبل ما نتضربوا. نحمروا عنينا ونفهموا الكل اننا مش هافية. واللي يدوس لنا على اصباع. ندوسوا على رقابته. وبعدين؟ احنا مش شوية. ولا احنا ضعاف. رجالتنا وصبياننا مليئين شوارع اسكندري. اه. نعملوه عصابة يعني. مش عصابة سوكة. نحنا في الاول والاخر اختي. عايزين نحافظوا على مصالحنا ونصنوا مننا. ونحن ونفسنا من البشر اللي عايز يترازل علينا. وديك فاكرة واحنا عيال صغيرين من عشر سنين وانت اللي كنت في وش المدفع. عملت ايه عشان توقفي قدام رجالة فؤاد شلبي والرجال اللي حبوا يأكلوك في السوق. عملت ايه يعني؟ دفعت عن نفسي. بقيه وازاي؟ كلنا فاكرين. فرقة الشراغيش اللي لم تيق حوالين منك. وعرفان اللي عشانك اتعارك وضرب وسيح دم. وخالم غني. وعم شطارة. كنا لسه بنبنوا نفسينا. ولما وقفنا على رجلنا بطلنا واستفدنا لشغلنا. اه شغلنا ده. واللي عملنا بعرق جبنة. متعرضوا اليوم يدسوا يتهارس اسوكة. دو كانت طمان حرقوها مبارح. بكرة هيحرقوا دا كاكين الزنقة. بعدو حيوقفونا على ياتصيح يضربونا بالليل وياخدوه في جيوبنا. مش بيعيدنا لقوهم داخلين علينا قوة اتنومنا. الله. ده انتم التفاقين ساوا بقا. ايوا اسوكة. بصراحة انتي بعد ما سيتينا قعدنا نقلبوا الموضوع ده في دماغنا. وده اللي وصلنا له. احنا محتاجين مرسي معانا. طبعا. مادام حتعملوها عصابة. يبقى لازم لها رسمانصر. مرسي الوحيد اللي قعف يفوت في وسط العالم دي ويجب لنا اخبارهم. ولو حاكمت الظروف نعملو حاجة ما نحبوش نعملوها بادينا. يبقى يعملها هو. ويبقى مرسلنا عندهم. لما نحب نهد اللي عمون اخدهودنا نستعدوا فيه. زي ما عمل من نفسه النهاردة. دي حاجة. نيجو بقى الموضوع الولد اللول. بصراحة سوكة احنا ما نقدروش نفراته فيه. ولازم نرجعوش شغلة تاني. انتو بتشوروا علي ولا بتبلغوني. لا سوكة طبعا بتشوروا عليك. احنا قولنا رأينا. انا حنفكر ونقولك رأي. أعسبيهم يأكل بعضهم واللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع واللي أنا عايزه بقى هو المهم واني ما نتصوحش بينكم انتو الاثنين ده مستقبالي أخوي استنى انت راس خش حنستنى يا فرق استنوا انتو الاثنين الاولوية للدكانة اللي اتحرق الدكانة اللي اتحرق له فلوس مستخبة تحت البلاطة طمان طلعها وافتح اللي اتحرق على الدكانة الجديدة اللي اشارتها واعملك معرض كبير طب اتحطرس بتقوليه على بقول ان انا عارف كل حاجة اخويا ومش تايم على اوداني والعلمك بقى انت نعرف كل حاجة من اولها الحساب اللي في البنك الدكانة بتاعت مسعود الكرد اللي اشتريتها منه بنص مليون جني ايه تحب اقولك كمان على البيت بتاع كلوباطرة اللي في شارع برسعيد اللي متأجر كله شغلها مفروشة الله اكبر مش بقولوكم انني اللي متسوح في وسطكم حلواتكم كل واحد فيكم فاحت لنفسه انا يا براني من شغل التجارة بتاعت كل لشغل التجارة الخصوصي واني عشان ما بطلب ارشين عمي اعمل بيهم مشروع باين وظاهر واحتبقى شراكاتي فيه ابقى طماعه ونجله وعايزة فاركش الفرقة لما انت عارف دا كله من زمانة فارك ما جيتش سألتني ليه او جيت سألت اختك اختك ايه دا يا سوكا تعرف مال انت فاكرني يا اهلا فاكرني حرامي وبنأكل فلوس اخواتي سوكا تعال سوكا انت فين يا سوكا يا سوكا تعال سوكا لو سمحتني عايزة باش مهندس فارك فاركا عنده حاقة طماما كان لازم نقولولو شوفت يا فارك اللي تنمي انت فيه سوا طبعا عشان شوكا او احنا مش شوكا او بلاش هردمة من حاقه يشوكا فارك بس انا الغلطانة من اولها طمان قاللي ازا كان سيد لسه صغير ومش قد المسئولية لكن فارك لازم يعرف اني اللي قلت له لا فارك متشعبت في شغل المينة وداخل في سكة كل خطوة فيها هتهرس فلوس واي واقع هتضايع الداني قلت له خليه بعيد شوية لغاية ما نشوفه هيوصل لايه وكل حاجة مكتوبة بقى سمينة رجالة وبنات ولو عايزك تأكد اوصل بكرا لخلف المحامي وهو هيوريك الاوراق عيبة طمان عيبة الله انا معقولة حشك فيك ولا حشك في سوكا حقك علي يا اخوي حقك علي خلاص اشارغوش حلوة قوي ده يرجعنا بقى للمبتدة حجة الدكانة اللي اتحرقت ومعدلهاش مفعولة دلوقتي بقى فيه فلوس كفاية ترجع الدكانة زي العروسة وتشتري الفرق قاوت حناطة عملها مكتب وتصرف عالمشروع بتاعي ما عند ناس يقول قد ده كله دكانة مسعود اللي اشتريناها سحبت الرسيد كله والله فاضل يا ضوبك يا قوم البوتيك اللي اتحرق بالتيلة واني ما نقدرش انفرط في قاوت حناطة لازملي مركز للشغل جنب المينة وبعدين ما صدقت ربطت مع حناطة على كلمة بسعر لقطة قابلي ده كله عايزك تقوللي مين اللي بلغك بموضوع دكانة مسعود والبيت بتاع شارع بور سعيد خلف المحامي؟ لا ما تزلميش الراجل اللي بلغني واحد هتستغربه لو عرفته هو مينة هيكون مين يعني؟ الخواجة بوش عرفها بالامر الصناعي؟ ولا يمكن زعوها في السئل نين؟ إيه اللي طفل اللي نزلت عليكو دي؟ لا واحد لسه خارج من قبرج الحضرة ما بقالوش يومين؟ موسي؟ الكنة معاهم بيجي تقالف اجنب ايه خدهم من فاتح الساق الساق وصد بشين دخوه وشال قضية لو انتبالوا فراج اخوه مينة؟ طب وده هليني اعزي يدخل معاني؟ اللي غلع ده هيموت عشان يعمل معاني متاجم بس اول ما شطح لاضح رحل عمك وديع الساق والا شركة بس وديع ضحك عليك ارشن طب ما تتلين مودي بريده؟ هيحسن بس انتبالوا كده عشان تقدر نفسك برشت خش يجوه بعد تلين اللي غلع ده هلقوا كده وحس السياستك معاه ووحدة عن اسبوق احنا عزين كده نقلقوا منه للشين وبعدها هنخلي المحامي يعمل لنا عادي شركة معارب يبعدوا هو عن الشغل ويخلي في ايدينا احنا كل حاجة خلاص ما دوب ديش هاف كده انا حلمش بقى طب بالسلامة انت بس بلاه برزوح لو انه معاني عاملها طب محبات هناك مفتيحه عبيتك والصبح اللي بحالك ماشا يا خولة بس يمش على مال ماشا راح فين العرب؟ هيجيب المزز؟ هو عرب يبط ويرف الحاجات دي؟ تعال انا عايزة في كلمتين ماشا فتك موق تمر الام عرب مين مورسي حرام عليك يا بادع فدع تانية يلا منتبقاش خبيل ايوه دان تباين عليك جاي من صهرة من واجوجة قولي بتضرب مع مينها شرقونش سيب نزوغ لحسن زمان سوكة قلب الدني عليها طان خصوصا انها كانت عاملكت مع مصيري مصيري؟ مش بلوها كده برضه في خبار التليفزيون واختك ما هو يتبيع البيت للدكتور بتاع مصر يا سيدي بالسلام المية وعشرين ألف جنيه مية وعشرين ألف جنيه مية وعشرين ألف جنيه احيان هو في ديوب طمان وفرج وخليك بقى حلوة انت ترفضل سهرات القنس والفتاشة مع فاروق والكارني امامين دول؟ انا من هنا ورايح مش هنسيب من يوم واحد من حق الحد ايوه كده هلا وريهم بالقين الحمراء انت فان يا عبا؟ امامين 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 خبر خبر البت والعمار امامين ساقلوا قولها بنت واحدة واحدة وبنراحوا علي يا بتاعي انا مش فاهم حاجة كلامنا واضح طهورة كلامنا واضح اخويا انت وصلت في الوقت المناسب بالمليا عشان تحللنا الاشكال سوكة لسه بتفكر في المسائل بحنية البنات وعواطفها سوكة؟ دي الناس كلها نسيت انها بنت حتى هي زاد نفسها نسيت مش ده القصد احنا دلوقتي ربنا كرمنا وشغلنا بيوسع ولازم نجبره مع السوق ونجروه منتصه في الابضيات والغلان اللي ماينفعش معاهم الاسلوب بتاع زمان السوق دلوقتي متعل يلسع غيره ويزيح من قدامه ويهد فورقابته وبعدين ابوك زمان لما اختلف مع التجار اللي زيه فضلت المسألة بينهم بورتسطم البنك حاجزة على المحل ديون انما محد صلت عليه احرأوله محله زي ما عمله معايا وهي يا دي العبارة لما تجارتك تكبر الكبار ما يسبكش لازم يقتمر قابتك اذا كنتش توريهم ملقان الحمراء وتضربهم في الاول يستوتوا حتك ويلبوك من عربي كده شغلنا وتجارتنا محتاجين لحماية الاول لما كنا لسه في الشارع كنا نخشوا في العالة ومنتعاركوا معاهم اختا كاما ضربت رجاله وعلمتنا احنا كمان ازاي نضربه انما دلوقتي شغل الشوارع والعراك معادش ينفع الدرب دلوقتي بقى في التقيل اخويا وقلنا لسوق عايزين نحمل نفسنا قالت لنا ايه انتو عايزين تعملوا عصابة والمسألة مفلاش عصابات ولا دي اولي احنا محتاجين مورس ابن عمك يشيل عنينا المسألة اه عايزينو يلملكو في توات وشان محتاجايا بالقجرة ايه زي اللي عند فاتح الساقسة وفوها تشلب يعني يبقى ضهرنا متأمن نعرف نفرده زي ما احنا عايزين انا اخد راحت في الميناء طمان يخش سوق الجملة على تقيل اللي اولا السيد نفتح للرسران بتاع اللي هو عايزه اصبع عنهم يفسحولنا الطريق ويقعدونا جنبهم واني انت انت كبيرة طهورة واني الاوام بقى تريح اختك وتخليها تتجوز وتتكن في البيت زي بقيت البناء كلمة طهر مهما كانت دقيلة زي العسل على اي سنك انا بقى مش متطمن لطهر نفسه عليك نور اخويا باين عليه غويت وخبيس اوي انا ما نقصوتش يالا انت ما بتصدق بنقولت فيها زي الدبور شا انت اللي قلت انا نقص بنقولك انه مش متحمس وممكن يكون خدنا على قد عقلنا مبارح والنهاردة سوكة تتويه ويعم على عمها لا بقى لو كده انا ناخد حققي ونمشي دروح نشوف حالي يو اوه ده سيد الله احنا لسه معرفناش عمل معها ايه وقلنا محدش حينفقنا في الموضوع ده غيرك انت عارف زي خانيق ولاد شالبي وشلة الشمحتوية اللي مسرحهم فتح سقسة وزي ما بيقوله بالنحو ما يفلش الحديد إلا الحديد عرفت المطلوب وفي ظرفي ومن اتنين حيكون عندكم اجدع فرق ضرب بسكندرية كلها ده شوية رجالة مخلصين ياكلوا الحديد ويعقاشوا الظلط ليينفع معهم مقاطعة شالبي ولا قراضي السقسة بس العملية لمواغزة يلزمها يعني ايه فلوس انهاية يا اخوة كل اللي انت عايزة استبقنا فيه سؤال بقى عدم المواغزة احنا اولاد عام وننكسبوش من بعض سوك رايها ايه سوك مرقاش داعوا خالص ماشا معلن انا نعرف انكو في السوق معلمين وتجار اخر ايامة بس معلش احنا بنتكلم انا برضو نعرف ان الكوماندا اللي دا من كل حاجة حواليه واللي في الاخر لو كلمة التخليص هو المعلم سوك لحد داني ما جيت طاهر من هنا ورايح هو الكل في الكل هو الشرهوش الكبير ايوة بس احنا اتفقنا يعني ان النظام ده يفضل بينا وبين بعدينا وهي ما تاخدش بيه خبر سوك اختنا كبيرة برضو هي اللي ربت وكبرت عملت التجارة وسطرت البيت وعلمت البنات وجملها فوق راصنا وفرقابتنا من اقدروش ننكروها بس احنا عايزين نريحوها انا القوام بقى انها هتشوف مصلحتها تتجوز وتستب واحنا نكملو اللي هي ما تقدرش عليها حلاوة كابو الطاهر اهو دي كلام الرجالة ولا بليش طوام فرج سيد سيبوني خمسة مع مرسي اني برا مع عبد النوح والبنات وان ايه فوقت حناطة فيش وقت شغله من خمسة اه انا شوف اصل بيت بالليل تحت الامر عشان ربوش اول هام يعنيت ان شغلك معانا مش معانا مش معاناها انك انت تتغلس على سكينة والضيقها تاني هام يا رمة زوبة مالها يا معلم مالكش دعوة بيها ما تتعرض لهاش ما تعملش معها اللي كنت بتعمله مع بنات الزن او حوار المنشية سامح انا مش هنكرر الكلام ده تاني ولو شميت راحة خياني من نمتك يمين بالله العظيم لن قطعوك حتت ونرموك في المالح حلاوتك يا بالتواهر حلاوتك وانت راجع من بلاد الخواجات شرب لبن السبوعة بس بقولك ايه من راحة متشدش عليها قوي انا مش حاملك ومع كل اني تحت امرك مدام حنشتغله سوا نحطه ايدنا في ادين بعض ونبقى شارك انا سالخير 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 كنتو فين بربطة المعالك انا وسيد كنا في الميناء وقابلنا طمان على الامة يعني بقى معوعة طب يلا يا فارد يلا يا طمان اقعدوا على بالمجرف لكم مالفين شوشة مالفين البيت فوتنا فوتنا جات من الكلية ودخلت نامت ست شوشو قال ايه عندها ماتش ازاي البيت دي تأخر برا من غير ما تقولي مالكم من هنا وراح مباش بيت رتأخر برا البيت من غير ما تاخد ازني كمل اكلك الاول اطار لتزور وبعدين حنعود بس احنا محتاجين لمرسي اي حد الا ده كل كوم ومرسي كوم حيبقى شغال زي اي عيل من عيال اللي بنشغلوه غفير بقى اجرى مش اكتر وحنبهوا عليه ملوش دعوا بك خالص قعد كوني فاكر يا سوك ان احنا متحكموا فيك ولا عايزين نشيلو ايدك من الشغل مالعايزين ايه راحتك طبعا السنين بتجري والسوق سرقك واحنا بصراحة لو سكتنا على الوضع ده يبقى بنغلطه في حقك نبقى قميين ومنحبوشة لنافسنا انا حنقول هالك بقى يا سوكة معايني اصغره كل واحد فينا عايز اتجوز ويبقى له بيت بس مش حنقدروا نعملو ده واخواتنا البنات لسه متجوزوش وانت اولهم يعني وكرت الباب في ايدك يا شرغوشة يا تفتحيلك كل يا ام تقفلين واحنا بقى ابعون الله مش حنسبوك افلاك وعلى كده بقى لقيتولي عريس يا سلام انت بس اموري وشوفي التوابير اللي حتبقى واقفة من هنا للمدان واولهم فؤاد شلبي واقلها لك برسانه ايه يا فؤاد شلبي من اكبر تجار اسكندرية والف بيت يتمنوه عندك هلا انت واول سوكة ما بتخيلهاش الفلوس ولا الاوانطة دي الله مالوا عرفان انا ما عنديش مانا ماشي عرفان اه عرفان فؤاد شلبي دمين عرفان راجل جدع وعمل معاك واجب كبير اوي 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 هم هم ومن تاني من تاني يا شرغيش سكت ويعني احنا احنا بنقول اللي خلصنا انما في النهاية القبر يخص سكنتي برضو اخسارها خسارت ايها يا سوكة خسارت كل السنين اللي عدت ايه بس اللي خسارها يا سوكة ما احنا شغالين فل والحمد الله احنا خلاص هنتنطر وفوق قوي وحنبقى فوق البشر دول كلهم وحنبقى اقبل من فتح السقسة وطلبة مرزوق وفوقات شلبي مين اللي حيبقى فارق انت يا الله طمان ولا طاهر ولا سايد بالله كلنا سوكة مش دا اللي انتوا عايزين يا ولاد الحج موسعد وانت بالذات اخوي مش دا اللي انت عايزه ولا دا اللي انت جيت عشانه يعني ما ما فيش سبب يخدينا نخب عليك اللي احنا عايزينه برضا سوكة ما تجمعش نفسك معاه صحيح اللي انت عايزه هو نفس اللي هم عايزينه بس اسبابها غير اسبابهم بس في الاخر مش مهم الاسباب مش عايزة نعرفها مش هندخل جوا كل واحد فيك ونفتش المهم النتيجة اللي انتوا عايزينه انا مش فهم انت عايزها يا سوكة تي بيتكلمينها بالالغاز طب قول اللي انت ولو كان صح انا اول واحد حنقولك اه انت اصلك اول واحد قلتها يا سايد انت الوحيد اللي جبتها دغري وقلت عايز حقي مش ده اللي انتوا عايزينه عايزين تقسموها اني ما قلتش كده سينة الاسبة دي ما تفتحتش بيننا خالص وانت طاهر اني ايه يا سوكة وبعدين ايه الفيلم اللي انت عاملها ده كل ده عشان ايه عشان قولنا لك عايزين مرسي يشتغل معنا ولا عشان قولنا ان احنا كبيرنا وبعينا رجالة وعايزين نريحوك ونمسكوا احنا الشغل طب واذا قلتلك انا مش هنسيب الشغل واني حنفضل لماكوا تحت اداية واني اللي نقول ده يحصل وده ما يحصلش وده يشتغل وده ما يشتغلش حتهمل ايه طاهر الرأي مش رأي انا الواحد يا سكينة ده رأي ورأي اخواتك الرجالة واخواتك البنات ومعهم مفرج ومسايد وكل اللي له مالين في تجارة المرحوم مسعد قبطان لو كلهم قالوا اه انا هقول معهم اه لو كلهم قالوا لا انا برضو هقول لا طيلا طمام وانت فرج وانت سايد عدو تشاورو وشاورو الحريم وشاورو البنات وبكرا انو عدو اعرف محبة مع سوكا نقولولها على الخلاصة يرضيك ده يا سوكا انا فرحان قوي الرخصتين طالعوا فوقته واحد المكتب ده والمكتب اللي جوه اللي شو مهم المكاتب يا سفارك بعد اللي حصل ليلة مبارح مين اللي يحمينا من رجال السقسة جوه اللي بره انا بسه شايف بالتراوي والشميس وبريمس واحد من شوية معلم بيستحرفونه عايزين يضربونه ولا يهموكم احنا معنا دلوقت رجالة تاكل اللحمة نايف وادكوا شفتو دكانت طمانة حرقيت طاحت قصادها مخزن السقسة بطل هالفطة في الكلام ولا والسنك ده تحطه جوه ابوك وايه لنقصهولك اللي جري يا فارك وانتو ملكوش دعا باي حاجة شوفوا شغلكو بس واني وراكو حنحميكو يا سفارك سفارك سيساين سيت السقسة عايزاكو دلوقت في الورشة لسه ماشي يا استاذ لكن لو عاوز تلحقها مد لغاية الميدان وانت تلاقيها بقولك ايها معلم عرفات افرض يعني ملقيت هاش ما عندكش فكرة تكون راحت فين هي راحت ورشة اقوها طمان في شارع البصة القديمة انت عارف لما تطلع على الميدان خش شمال يبقى وشك للبح تفضل ماشي على طول لغاية ما تلاقي محطة الاتوبوس تروح داخل يمين لكن انت يعني عاوزها ضروري لا ابدا كنت عايزة اشرح لها موقف جايز هي تفهمه غلط لا يبقى نعودوا مع بعض ونشربوا الشاي سوا قعد ويا مش هتتأخر هتيجي على طول بيخان اتنين شاي من تسعة الواحدة ونص كنا احنا الاربعة سهرانين عند مكتب فتح ساسك تقلبنا في كل حاجة وزفنا موضوع الجمرك ودجانة نص البلد وقالينا فتح ننسو كل اللي فات ونبقى ولاد النهاردة وبعد جابنينا عشوة كباب من عند بقش وشغلنا فيلم فيديو تفرجنا عليه سوا يعني كنا معاسعة مخزنه متحرق كل دا يحصل واني مش عارفة وقعدى صهرانة مستنياكو ولما تيجوا تكذبوا علي وتقولوا كنت تفرح في السيالة احنا خبنا نقولولك يا سوكا تتعطراتي وتقولي بتتصرفوا من ورايا وخصوصا ان مرسي هو اللي كان الواسطة بيننا وبنفتح ساسك واحنا عارفين انك بتشك في اي حاجة بيبقى فيه مرسي انا مش بنشك انا متأكدة ان مرسي حيجركم الخراب هو اللي حرق مخزن فتح ساسك وانتو عارفين ومتفقين معاه ضحك عليكم فهمك انه هيقدم فتح ساسك ويخوفه ويرضي له الألم بتحرق البوتيف لا سوكا احنا يمكن نوافق على حاجة بالشكل ده ليه؟ امه المتفقين معاه على ايه؟ وكنتو محموقين قوي عشان تعملو معاه عصاب عشان ايه؟ عشان ندفو عن نفسنا ولما حد يضربنو نضربوه اهو سيد قالها اش معنى مبرح بالذات اللي قاعدتو معاه اربع ساعات ونص مش دي شورت مرسي؟ مش هو اللي قالوكو روحوا وقعدوا معاه في الوقت اللي بيحرق فيه المخازن عشان ما حدش يشك فيكو؟ انا عن ذات نفسي ما شفتش مرسي برح وما اتفقتش معاه على اي حاجة ولاني وانت طمان انا اللي اتفقت مع مرسي على كل حاجة طاهر وفرج وسايد ما يعرفوش حاجة هم بس جم معاه عند فتحة لا شاطر اهوبنا عموكو اللي حيحميكو واللي حيعملكو اللي مستنكفين تعملوه بأيديكو طلع الصيع بتوعو ويقولو في كل حتة الشرغيش هم اللي حرقوا مخازن فتح ساقسة طب ومرسي حيعمل كده ليه؟ مش عارف حيعمل كده ليه؟ اخسارة رجالة وجيتها تسد عين الشمس ومخخ زي مخخ العساطير مرسي بيكرهنا كلنا واني اولكم ومش حينسالي انني اللي شاهدت عليه ودخلته الحاضرة مرسي مش هيهداله بال إلا ما يخرب بيتنا وهي البشاير بانت حرق لفتح ساقسة بضايع بمليون ونص وايدها على حسابكو عشان يجي ساقسة ويحاسبكو مش هيقدر يمد علينا صباح واحد احنا خوفناه وبقى عارف ان الدربة قصدها دربة وهنفضلوا فيقين لو مفتحين عينينا متكلين على مين؟ على مرسي؟ ما خلاص بعد ما نفس خطته هيسابكو الفتح ساقسة يستفرط بيكو ويخلص عليك احنا مش هفي يا سوكا احنا بمرسي ومن غير مرسي نقدروا نحموا نفسنا عندنا رجالاتنا وبناقص مرسي وفقات شلبيت ما نحط ايدينا في ايديه سوكا عنديها حق احنا مش قد فتح ساقسة احنا في الاول والاخر تجار ما احناش عصاب التهريب في المينة اللي نفهمه فيه وننفعله ونفعلنا كار ابونا تجارة الخردوات اللي وازم الخياطة طرح مناديل وبكتيره في ارشة ولا اتنين وبتيك في وسط البلد والوارشة دي مال نحنا ومال المينة وبلويها واغلانها بتتكلم جد يا طهر؟ ما فضل نشغل الكلام الجد يا سوكا ده رأيي عشان غيش نخلعه من شغل المينة ونخلو الطريق اللي ساسع عشان ينسانا لا انا اللي يمكن اسيب شغل في المينة واني مع فرج برضو شغل المينة فتح سكة قرش كويسة طاهر ومس سهل كده ان احنا نفرته فيه انا مش موافق واني معاك يعني ايه؟ ما هو محدش هيخصبنا على الشغل يا سوكا طول عمري انا اللي رأيي بيمشي في الشغل الفرج بس ده شغلي حياتي مستقبلي وكل واحد اضرب مستقبلي ولو كان على حكاية فتحي ساق ساق مفيش حكاة خلاص نفضوها نفضوها؟ ايوة كل واحد ياخد نصيبه وهو حر فيه ممتع ستعجلته طاهر لا لا متوصلش للدرجاتي ليه؟ ما احنا متفقيين قبل كده، هي تريح فالبيت واحنا نمسكوا الشغل ايوه بس ما قولناش يعني نفضوها ونقسموها لكن انا بنقولولها اللي تعبتي وشئتي فيه طول السنين اللي فاتت هنمزعهولك حدث محدش فيكم بيحب سوكا قدي انا وهي من صغرنا كنا اقرب لاتنين في بطن واحدة اقرب لروح واحدة في جسمين انا صحي غبت 15 سنة بس كنت عارف اللي بيحصل يوم بيوم وشهر بشهر عارف اللي عملته سوكا عشاني وعشانكم عارف انها كانت امكم وابوكم وانها ضيعت احلى ايام البنات عشان تعلم اخواتكم ودخلهم الجامعة عارف ده كله ومش عايز حد فيكم يتحصر ومصمص شفافه اللي انا كنت بنفكر فيه كنتو كلكم بتفكروا فيه زي وزي سيد اصغركم واشجعكم انا مش هنحكم رأي مش هنخصبكم على حاجة فكروا على مهلكم واللاقيتوا حل تاني انا موافع عليه من دلوقت خلاص نفضوها كل واحد ياخد نصيبه وهو هر فيه الناس مش هيقدروا نرجعوا مصر قبل ما يعرفوا مصير ابوه وسكنة الوكندات غالية عليهم وكلهم موظفية محلتهمش غير مهياتهم وبعد انتو الارايبنا برضو ما فيهاش حاجة لما نهدهم الشقة مادام مش هنقدروا نضيفهم هنا انا مبنقولش حاجة يا سوكة لو عايزة بدل الشقة عشرة نفضهم لك كلهم كنا بقى مش هيدفعوا جر اي جر الشقة حيتأيد على الحسابي انا حندفعوا لي ومسايد طمنت؟ انا مش قلقان ولا حاجة انا بس حبيت احط الترمومتر وايس الحرارة ترمومتر ايه وحرارة ايه لما؟ الشربة عشارجوشة بس من اول ما شفناها نفسنا راحت ليها وبعت غلية علينا قوي وحنغطسك فيها ايه شرق روحت اطلع في ايديك يا سوكة ايه الموضوع يا سوكة الولا العربي بيلاقع الكلام علي ايه ولا هايف ودماغه فاضي ايه بسبتي هو انت اللي حطت لهم الاكل طب ما لديتيش عليها ليه الفاضي يا سيد ده مرتبوه الله مال فينهم فرد فقضت البناة تبقي روحي شوفيها اني بنبص عليها لقيتها مفلوقة من العيار فاتونة راحي هاتي البيض والعيش يو ايه اني شاميم راحت فل بالزبدة وبوت بالسمنة البلدي اقعد يا اخويا كلب الهنة والشافة صباح الفل على الكل فرج ما راجعش اه لا يا ابني بس اتكلم في التليفون مت شوية وبيقول راجع ع الظهرين يبقى العملية مشت بالسليم وخطف المركب من فتح سقسة انت ناوي الدقي معا في شغل الميناء انت يا راية شغل كله فن وحركة ومكسبه في العالم مش كده مش كان احسن لك تمسك البوتيك بتاعي بعد ما نوضبه وتبعد عن اللبش والنار اللي حيولع بالسقسة وبين اخوك صباح وعبعد عليكم جميعا صباح النغنوش على الشرغوش او صباح والسلام نعم برضو ماشي اه انا مرسي تعال ابتم معانا اخويا واجب ابتم اه بالاذنة بالتحمي حبيبي عزبني على القطار الله 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 ده ايه ده ايه الحلاوة دي برض عين في السمن لا عين في المال حلوة وايبانات اللي حلوة بقولها شرغوشة صغير مشان لوان بقى نتلم على بعض ونتجوز والله تا مش لما تكبر شوائد بيخط لك شرب وتخش الجامعة حسل وزيد المرسب ولعب بس حسل او بنت بس هو لك ايه انا بتكلم جد مرسي ايه اللي بتبع البت في الغيف وروح كله في قصتك وياك تاني مرة تدخل مع البت في كلام زي ايه ده حتى لو كان هزاء يا ريا يا سوكا مرسي ما يقصدش حاجة دي مهما كان زي اخته وبعدين ده لو كانت جوز بدري كان خلي في قدها بقد مين ما لو عندك كلمة حلوة اقولها ده احنا لسه في حزد الشباب على كل حل ان البدل اللي كان نفسي فيه كلته من زمان وكان صابح وبخيره مش كده عشالهوش ويا مين بالله ان ما تلمت دلوقتي حلوة ومشيت لنكون مساياق بك البلاء لا سوف انا ايه بس يا سوكا فيه ايه مش عارف يا طمان اخوي مش عارفش يا لاني فوق دمخة وزعق ليه على كل حل برضو نسمحها دي بنت عمي من لحم ودمي وعلى كل حلوة اني مكنش كاي لياكل ولا اشرب ولا لابش على حد لا انا جاي نقولك بس ان خلك مغني بايت برا البيت من ليلة مبارح ولسه مرجعش لغاية دلوقتي شوفي كان فين بقى بايت من ليلة زحل زيدي وصلنا الرسالة خلصنا الامن بالسلامة بايت برا البيت دعموا مع امالك على فكرة يا سوكا انت هبتي بمورسي كده ومن غير مناسبة طمان انا مش فيقلك انت ومورسي بتاعك ده انا عمري ما شفت حد بيكرى حد ومش طايقه زي سوكا ما بتكره مورسي بسكت انت متتحشرش انا رايح الوارشة لو النهار ده اخر النهار هنستلم الدكانة بعد ما اتجددت لو حبيتي تبي تيجي تبصي عليها خدني معاك يا طمان وصلني كلية الو ازاك يا باتش خباح الفل لو ليه يا ام اموال حاج موصعت كم نجيبلك فل سلام عليكم اهلا يا باتر ها ازاي الاخبار ماما والبنات عجبتهم الشقة جدا ومشكروكو كلهم يبقى لازم بقى نعمل معهم واجب ونروح ونزروهم طبعا ان شاء انا نروحولهم الليلة طيب نستأذى ان انا بقى نشوف دولكانت تفضل يا فادي اهلا وسهلا اهلا بيك جيت في وقتك بالملي جيت وامل المعلم عرفا مم؟ لا مفيش حاجة اه سيد فرج روح نام وقاللي نبعاتك ترجع العربية لطمان وبعدين تستنى في مكتب الاهر ماشي. نشوفك في البيت بالليلة يا بطدورة. مع السلامة يا عرب. سوف يا أخي الولد. خد عليك وبيقولك يا بطدور. مالش. سوكة فيه كلام عاوزة أقولهولك. آه طبعاً قوي. هنا مش هنا. طيب. نريمان. نعم. انا راحة مشوال ساعة وراجع على دول. يا. مع السلامة يا بطدور. اللي عايز يفضل فيه يفضل. انا ما بنغزبش على حد يسيبه. لكن كمال ما حدش يغزب علي نفضل فيه. احنا عايزين نفضله هنا. انا ولوزة وامك. ايه هتروح يتعيش في شرقة مفروشة لوحدك. لو حكمت. دني كنت موتك وخنعت نفس المهدايا دهول. بالهداوة فرج مش كده على اختك. بالراحة يا اخي التفاهم بالعقل. اسمعين يا شوشو. العمارة كلها شوقة مفروشة ومتأجارة. والله ازا الستة سوكة ما فضت شوقة للاستاذ بدر بن الدكتور. نفضه احنا كمان شوقة. اه. وكل من له نصيب ياخد شوقة. ونقعدوا فيها كلنا. والعشر تلاف جلي اللي بيطلعوا منها كل شهر. نرموهم في البحر. وليه لا اطبعا. ايه كل واحد ما ياخدش مننا شوقة يبقى حر فيها. يا أجار هيسكينها وحر. ها؟ والله ازا كان دا رأيكم. دا عين العقل. ما احنا بسرنا كل واحد يتجاوز برضو ويحتاج شوقة. ما لبنت يا سوقة هتسيبه؟ سألي اخواتك. انت رأيك يا سوقة. خلي رأيي الاخر. كما تتفقوا. انت يا سفرق. واللي ما رأيك عندك مانع؟ يعني. زا كنتوا كلكم اتفقتوا على كده انا ما عنديش مانع. وانت خلت المفرجة. انا مطرح ما يروح اولادي اروح معاكم. وانت مسايد. ما لها كلوباترم. الله يرحم ابوك كان دايما يقولي هنسكنوك في الرمل يا جودة. وانت الوزع موافقة؟ واضح ان الاغلبية موافقة. مش معنا؟ عزيب. ها؟ وانت افوتناك. اني مع سوقة. ديمقراطية. برلمان الشرغيش اصدر قراره بس لازم تبقى انت موافقة يا سوقة. ما عنديش مانع. بس بشرط. اللي عايز يسيب هنا ويروح بيت كلوباترة. يبيع لي نصيبه في نص البيت ده. انتو عارفين طبعا ان النص التاني ملك للدكتور جادر. والنص بتاعنا كلنا شركة فيه. من غير بيع ولا شارع. انا بتنازل عن نصيم. مفيش تنازل. بيع وشارع. سوقة. انت جدا بتقسمي. كلهم عايزين يقسموا يا فوتنا. كلهم بيلفوا ويدوروا الاسمة في دماغهم. وأولهم ده. طاهر. طاهر اللي قعدت نستنى سنين وسنين. زى ما بنستنى هلال العيد. وما جاش من الغرب عشان وحشناه. ولا عشان اشتاء لأهله وبلده وبيته. ولا عشان يملى ما كانوا الفضي وسطينا. ويحط ايده في ادينا ويكمل لمتنا. ويعوضنا عن غيابه الطويل. طاهر جيه عشان حاجة واحدة بس. نقول هلهم ولا تقول هلهم انت. أقول يا سوك. جيت من بره لي يا طاهر. عشان ناخد حقي. عيب ولا حرام. لا يا طاهر. لا عيب ولا حرام. يبقى خلاص. نعمله قاعدة بكر يحضرها المحال. وكل واحد فيك وانت وفرج وطمان يقدموا كشف حساب اللي تحت اديهم. ونقسموها شرعي. وبعد ما نقسموها شرعي. كل واحد ياخد نصيبه وهو حر فيه. يدخل بيه في مشاريعه او تجارته او يخش شركة تاني مع اخواته. بس بورق رسمي وعود مسجلة. او ياخد اللي يطلع له ويرد بيه تاني على الغربة. كل واحد وظروف يا سوك. هيو. كل واحد وظروفه. اسمعوا كلام اخوكم. اتصلوا بخلف المحام بكرة. خلوه ييجي. وحضرولك وشوف الحسابات. بس زي ما قلتلكم. البيت ده برا الاسم. ياسوكا. ياسوكا بولا كتبلك نص البيت باع وشارك. واحنا ملناش حاجة فيه. لما مات الله ارحمه ما كانش سايب غيره. هو ودكانت الزان اللي ركبها الديون. ومع كده مش هنقولكو ملكوش حاجة عندي. حتى نص البيت اللي مكتوب باسمي. هنديكو حقكو فيه. هنشتري منكو. احنا مش عايزينه يا سوكا. اعتبري قصد تعبك وشاكي. تعب وشاكا ما يتقدروش بفلوس يا عربي. بلاش. اعتبريه هداية مننا. طب مش تعرفوا الاول انت الهداية اللي بتقدموها. لا ترجعوا تقولوا سوكا ضحكت علينا. مهما كان يا سوكا. احنا راضيين ونفسنا سامحا. حتى لو عرفتوا ان الخارطة اللي بينا وبين الميدان طالعة في التنظيم. وان البيت هيبقى في الميدان. وان الدراعة فيه هيوصل 1500 جني واكتر. دلوقتي نقدر نقولكو هديتكو مقبولة. عبد النوحي مين ده اللي تشاركو يا كنة. انت عايز ترمي فوزك في المالح يا جدع. انت ارزاي بتقفل وتشطب وانت عايز تفتح ترزي. تعال ادخل معاني وسيد في مشروع المطعم بتاع العاجمي. قاني اجارتكم. طبعا يا غادع زيك زينا. يعني التلت بالتلت. مش بالزبط. كل واحد قال اقدر اسمالي. اقدر اسمالي مئة الف. مئة الف. مئة الف يا غادع. ده المشروع داخل في نص مليون جني غير ثمن الارض. ما عليش يا روء يا الله. اتكني حبابنا برضو. ماشا يا كنة. ندفعو لك باية نصيبك في التلت ونخصموه بالتأسيط من الارباح. ينصر دمكم. هي دي المحبة هي دي الأخوة ولا بلاش. بس لما ارزعني في مشكل مصغيرة شوية كده. مشكل ايه؟ الفلوس. مالها. اني كنت مسلمها العم مغني عشان يديها عن طريقه العبد النوح. لا احنا جبوها. هنلحقوه نجبوها. انجبوها. خلاص يا كنة. قدمنا الاستعفى واستلمنا العودة وفضينا المشروع ناكا بينا احنا عربي. ماشي حانيستنوك في اسموحة بالليلة كرني ها؟ اه. حاسب على الشاشة. ماشي. خير عم عبدو. قلت بتقول ايه؟ تقولك اني خلعت من طمانه وورشته خلاص وفضيت لمشروعنا. مشروعنا؟ شو ايه يا ابو اغزص المشاريع الكتير ياملي من دول. انت قلتل اسمك ايه؟ ما تخلينا في الجد وبلاش هزار يا كنة. تفكاني. مشروع ايه وجد ايه وزي. ايوة افتكارت افتكارت. اصدق قادة الدرداشة والهزار اللي عدناها مع امي مغني. يا راجل. انت خدت الكلام جد. مع السلونار على سلامة. طيب. انا حنوريك الهزار اللي بجد يا كنة. اهلا 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 يا فارك. ضدنا اشان اغيش. احنا كنا فلاشنا الارض رمل. ولا سجادة حمرة ولا. ولا كنا علقنا الكهالي بالمنونة. الله كريمك يا حاج. ده زيارة متوخرة وواجب كان لازل نعمله من زمان يعني. لا بس الحق يتقال بقى. اخويا فارك دونا عن اخواتي كلهم. كان دايما يقول لنا ولا تشالة بدول اجدع تجار. وانضف تجار واحسن ناس في سكندرا كلها. اخويا والله يا عربي. ميت مرة يقول لي نفس انا ولاد مصعد ابطان بقى قد واحدة. احنا اكبر تجارة وهم اشتر تجار. ايوه ايوه. بالعياب الحاج موسع الشرقوش الله رحمه. ابويا معلمينيش الصنعة في دكانه ابدا. ده خدني من ايدي وقداني الحاج موسع الشرقوش. قال له ابني مش هيتعلم التجارة غير في دكانه. وسابني عنده. قدت عنده انا بقى لغاية. مولادي الحلال ضرب واسفين ما بيننا. ايوه بعد ما مات ابويا وابوكم الله ارحمه. على كل حال انت منهورة فارض. تعيش. تعيش يا حاج. ضم المعافظة يا صلحات. انت مفيش فايدة فيك ابدا يا با. الله. عربي وفروق. داني جيتك الوقتي بقى. انا كنا لسه بنقوله لا اله الا الله. محمد رسول الله يبقى مغتنش كتير. ده الفيلم لسه حيبتدي. الفيلم ايه مورسي. احنا جاينا اتكلموا جد. اضم المعافظة يا صحات يا صيبة. ما انت صبت يا صحات. صبت وخلاص. غل من ويشي. واخد الباب معاك. يلا يلا. واخد معاك كمان سيد وفاروق. اللي عدم تلتا. يلا عربي. يلا روقا. احنا مش صغيرين يا مورسي. واني نشريك يا اخوي. فلوق. خلاص. بينا سيد. بالسلامة روقونا. يلا اخدونا. شوف افاشا. احنا مش حمدقى وقت كتير في الكلام الفارغ. احنا هنخش ودغري في المهم. احنا مش جاينا تتكلم في شغل يا مورسي. مالجاي تتكلم فيها معلم فارج. انا جاي نستازل حاج فهد. ان انا ازوره في البيت عشان اطلو بيد اخته. المزمزين فوقية. كده يبقى نص البيت ملكك يا سوكا وملكي الشريك فيه. اللي اذا كان ليك رأيه تاني. احنا متفقين مع سوكا واساس خلف. هي مصرة تشتري نصيبنا اللي كان ممكن يبقى بتاعنا لو ما كانش المرحوم ابويا كتب لها نص البيت. ونعمل اخوات. بنت اصل بصحيح. مدام كده نعمل اسم على الورق ونشوف نصيب كل واحد. بسعر الدراعب للتنظيمة أستاذ. نفس السعر اللي كنا هنشتره به نصيب الدكتور جاب. فدي انت حرة. لا ده ظلم. لا ينفعش. لا لا يمكن نبيع بنفس السعر. ده ملاليم يا جنعيان. ملاليم يا أستاذ خلف. البيت يسوله أكتر من مليون ونص. ابوها بعليها نص البيت عشان كانت هي أكبرنا. كمانة والدهالها بالما نكبره. استنى اخوانا سوكا حقانية ولا يمكن تاكل حق حد فينا. مش كده أختي. هي اتكلم يا سوكا. هي اتكلم يا سوكا وخلص ضميرك. اللي خلص ضمير يقول. اني اللي شلت المسئولية وربيت وكبرت. وشلت ديون ابوكو. وخدت جارتو الغرقانة. وكل قرش وكل جن من الألوفات اللي عمالين توزعوها وتقسموها. من تعبي وعمري وشقاية. والضمير يقول ان كله بتاعي. احنا شلنا معاك المسئولية. مكناش بنلعب. اشتغلنا ودورنا في الشوارع. حتى البنات. حتى البنات شعروا سنديه ويصالحوا بيها. عشان كده سبتوكو تقسموها ويفضلاني البيت. مش حنفرط فيه. حقي فيه ملكاني الوحدي. شطارة. 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 البيت بيقع يا شطارة. خير يا ستحق. ده صوت الراع. البيت سليم ما تخفيش. البيت بيقع يا شطارة. البيت خلاص. روح حد الكفة من الدولاب يا شطارة. البيت خلاص. ما تبعيش اخواتك يا سوكا. انت اخر واحد يا طهر اتكلم عن بيع الاخوات. مش انت اللي تطمعك مال اللي ربتيهم. وضيعت عليهم احلى ايام عمرك. بلاش اطمع ان افتحوا صرت الطامح. خلي الطابق مصدور. ما تتمسكيش بورق انت اول واحدة عارفة انه صوري. دي امان. واللي يخوني الامانة ما يكسكش. تتكلموا عن الطامح والامانة وبيع الاخوات. ماشي. وروني وششكوا. خليني نبص في عناكم. يا فين؟ بتغربوا بيها ليه؟ بصلي يا طاهر وكلمني عن بيع الاخوات. بصلي. كلمني عن اللي ساب اخته غرقانة. وليس بست عيال واثنين نسوان. وجاري على بلد برة. اتجاوز وخالف. فكرش لحظة واحدة انه يسأل عن اخواته. ولا افتكرهم. الا ما عرف انهم بقوا. عندهم مال وتجارة واملاك. جالهم جاري. جالهم يقولهم الدنيا حقي ومنابي. جايم لجيوب ويعبي شنطه. ويرجع اللي سابهم في الغربة. بصي الله طمان. بتغربش بعناك يا فارق. بصولي يكلموني عن الطامح. ولا نكلمك واني. تعالوا راجوا حسابات البنك. والفلوس اللي شغالة فجرت الشاح باندر طمان. وعمليات المينة بتاعت المعلم فارق. احنا مش حرامية يا سوك. ولا عمر حد فينا فكر يسرق اخوه. ايوه. ما حدش فيكم فكر يسرق اخوه. لان انتو الاتنين اتفقتوا تقسموها بينكم. كل واحد يلعب في تجارة لحسابه بعيد عن شركة الاخوات. وبعيد عن عنين سوكا. وكل واحد يدري على اللعبة اخوه. كفايا كده ولا نقول كمان ونفصر. ما فيهاش حاجة لما جزء من اربحات تعبي وعرق وشآية. نجنبه في لعبة نتحمي لاني تجيتها من غير ما نجازب في مصالح غيري. وده اللي انا عملتني كمان. شغل المينة كله خطرات. الشغل اللي كان كله امان كان تبعت كل. انما اللي فيه خطرات جنبته لوحده. واللي جنبته لوحده ده كان قد العمومي مرتين وتلاتة. الاتنين مليون اللي رابع اللي حسابتهم يا أستاذ خالف. اضربهم في اتنين على القيل. افتح حساب جديد ولا دوسيه. واسجل فيه الحقيقة. عشان الحزبة تبقى صح. انا مسؤول عن اللي عندي في الورق. شغل اخواتك البراني بعيد عني. هو بعيد عني بكل. هو محدش لو دعوه بيه. الله. وجايين تقولولها شركينة تنص البيت. ده انتو عليكم بجاحة ما وردتش. مبلاش انت يا طاهر. طب اما سوكا تتكلم نقولولها ماشي معاكي حق. انها ما هي حد غيرها لا. وبعدين عدم المؤخزة احنا ما سألناكش عن الشغل بتاعك اللي عملته في انجلترا. انا لما روحت انجلترا روحت بيجوب فاضي يا ألا. ما خدتش مليم احمر من فلوسكم. اللي عملته هناك عملته بعارقاني. وش اقاية انا. لكن اللي انتو عملتوه هنا. كله اصله من اين. من فلوس مصعد شرغوش. ان كان مليم احمر ولا دكانة فاضي. انا مش عايز منك حاجة يا سوكا. حلاق ليك نص البيت. مش هناخد منه شبر ولا انطالبي بمليم قصاده. لكن حزبة التجارة تتعاد كلها من اول وبدئت. الفلوس كلها براني وجواني تتحط هنا عالطرابيزة. وتقسم. محبوط. انا كمان حاجة ما يتكنش عالطر. نعم نعم يا سي سيد. انت ناس اراضي الصفية اللي فاتت. واللي قابلاها. اللي كنت بتلهاف وما بتشوفش منه تعريفة. اراضي يا طمان. اراضي يا اخويا. ما يجيش مغالين جنب اللي شاف عطه انت فارغ. اتلمى لو اتكلم على قدك. انت فاهم؟ اراضي الصفية كله يطلع له اكتر من ثمانين الف جنيه. انت امرأ قدل وحسب هايبا. ولاة لا يا شارغوش انتة واهات. ما تدخلوناش محارج حساب البلاجات اراضي الشوارع. عشان تناسون بلى الفت التجارة والشغل البراني. واسمح ما نقول لك انتة واهات. اللي ماتتقلش عن طاق للح اللي حاضب اللي حاضب اللي حاضب الحاو بيتكو يا أولاد الحاو بيتكو يا أولاد الحاو بيتكو يا أولاد الحاو بيتكو يا أولاد يا حاو بيتكو يا أولاد يا حاول علىك وحيد لا بالله البت يوقع ربي قيرتكو بينا يا بيت نعمن وانت حدرت انواء في الساعة دي اني خلعتكو عليها واشوية الحكاية بخول انتو ودفكتب عليكم يا أولاد البت يوقع بارك طمار سجد الحاو بيتكو يا أولاد البيت بيقع يا أولاد البيت بيقع يا أولاد سوكة طاهر البيت بيقع فارك سماء سيك البيت بيقع يا أولاد البيت بيقع يا أولاد البيت بيقع يا أولاد صبرك على يا حكام انت لسه شفت حاجة اللحاقي حناخده بالعافي حناخده بالتراضي حناخده ملاكش أكثر بـ 850 ألف جني ونصيبك في عمارات كيلوبطرة حنشروه منك بـ 150 كمان يبقى لك نص سيارنا بتاخده وتبتكر واني زي انتو بتحلامه بتحلامه؟ يعني أقل من مليون جني مش هناخد يبقى انت اللي بتحلم وأحسن لك تضغطها كويس بقولك إيه مليم زيادة عن اللي قلناهولك مفيش وأعلم أفخلك ركابه واني موافر انتو موافر عليها لا هي هبالها لا أستاذ بالله أنتو إخوات يبقى انتو إخوات يا فنبي الكل بينهش لحم بعضين أنا هحلها لكم معلم طمان معلم فرج شوية عليك انتو وهو ونوصلها للسبعمائة ألف مية منك ومية من معلم طمان إيه رأيكم؟ ماشي أنا موافر عمر لله فيش مانع عظيم هنقبض إمتى؟ اسمحولي بقى بهذه المناسبة السعيدة هنأعلن عليكم خبر هام جدا فرج هيخطف اه هنأ عارف اللي هيقوله والله ما انت عارف حاجة فرج عايز تجوز وتعرفه ناشن على مين? مين؟ اخطف وقاتش جلبي يو من اللزينة عرفت ازاي أولي؟ طبعا يا عام نطعش اللواء صحي يا فرج إيه أمس بس يرعوت يبناك كتك الخيبة ملقش اللي هعانز دي لشبة عامك شطرة يا صلاة ليه كده بيت انت حرم عليك هو انت كده مش عايز بيت حد خالص قلت لسوكة يا فرج سوكة ما تلاقيها حتعرف زي ما انتو عرفته بس هيا كانت عزك انت وطمان تغضي بو سينة ورئيسة بناتها هم الغن ما خلاص يا حبيبتي معتش سوكة تحكم وتني على نفسها فرج راجل ويختار اللي على مزاجه اني رايحة الناب وبكرة الصبح لو سوكة مجدش تقعد معنا هنا اني رايحة نقعد معا في المنشاة او ايه احصلك والبيت دي بتتدلع علش يا جماعة متعلقة بسوكة قبل بكرة سوكة تيجي هي رخرة هنا وتاخد لها شقة شقة ايه يا حبابتي ما هي الطمان في الشقة اسم تلحق اذا ما انتفقنا ما تخفيش يا خالدي مش هناخدوا حاجة زيادة عنكم امي ما تقصدش يا طمان اقعد اني ماشي طبيعي اني عايز ننام هتنام لوحدك يا طمان واني صغيرة حنخاف من ايه اني جاهنام معاك ولا قبل ما تمشو اني كمان عندي خبر مهم ايه ايه اني عايز نتجاوز ايه 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 ومال اخوي نجاوزوك انت بس تشاور باسباعك واحنا نجيبولك اجدعها بنت باسكندري لا اني عايز نتجاوز من مصر من دي ولا ايه اخت بدر الصغيرة اللي اسمها مريط بكرة بقى مروحي مختبوها اه دا انت منشل على نص البيت بقى يا ابا نص البيت هوا نصة سوكة نصة حلو ايه يا سوكة مجيتش يا ابا Worker هوا زيي اوه هواه اشتركوا في القناة